بعد خمسة أيام من المداولات ناقشت وفود عشرون برلماناً إفريقياً في عمال الدورة الثانية والثمانين للجنة التنفيذية والمؤتمر السادس والأربعين للإتحاد البرلمان الإفريقي مختلف المواضيع المتعلقة بمواجهة تحديات السلام والأمن من خلال تعزيز مشاركة والتمكين الشباب في البلدان الإفريقية من جهة وعلى التنمية الاقتصادية من خلال تنمية الموارد الطمعية والتنميع الاقتصاد والتصنيع من جهة أخرى المشاركون في أعمال الدورة قدموا شكرهم الجزيل للسلطات الشادية والشعب الشادي لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما أشهدوا بالجهود التي بذال المستشارون الوطنيون وعلى مقدماتهم رئيس المجلس الوطني لانتقال الدكتور هارون كبدي من أجل إنجاح أعمال هذه الدورة نائب الأول لرئيس المجلس الوطني لانتقال علي كولوتو تشايمي في كلمته الختامية أشهد بالمناقشات التي دارت بين المشاركين والتي سوف يكون لها أثر كبير في وضع خطة عمل جديدة ستساهم في تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الإفريقي الرامي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية القارة الإفريقية وعقب ختام أعمال الدورة تم تنظيم أدوة عشاء بأحد الفنادق على شرف الوفود المشاركة قدموا من خلالها الهدايا للمشاركين وذلك بمشاركة إحدى الفرق الفلكلورية